سباح الخير و اهلا بكم معنا و حلقة جديدة من برنامج شباب على الهوى بنراحب بكم معنا النهاردة و النهاردة و زي كل يوم احنا بنقدم كل ما يهم الشباب دايما من خلال برنامجنا بنستضيف نمازج مشرقة و مشرفة من الشباب المصري دايما الشباب عندهم مواهب مختلفة و احنا دايما بنحب و بنحرص من خلال برنامجنا ان احنا نديهم فرصة ان هما يعرضوا مواهبهم المختلفة انا معايا النهاردة شباب متميز جدا 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 الحقيقة هما شباب عملوا مسلسل مسلسل كارتون يعني رسوم متحركة انتاج مصري 100% هما اللي عامينه أفكار مصرية انتاج مصري ممثلين مصريين وتعرض بالفعل المسلسل ده على قناة قناة اسمها كوكيز كيز دي قناة للأطفال هو مسلسل عبارة عن عشر حلقات أنا معي الشباب دول النهاردة طبعا تحية لهم كبيرة جدا ان هما ده مجال صعب جدا خصوصا عندنا مجال محتاج يعني فلوس كتير جدا علشان يطلع العمل حل وهم عارفوا يطلعوا عمل جيد جدا جودة كويسة جدا أكيد مش بنفس الامكانيات يعني الضخمة أكيد ما كانتش عندهم امكانيات ضخمة فالشباب دول حيكونوا معي النهاردة زي ما قلت شباب متميز جدا شباب مشرف ومشرق دايما بيبقى معينا من خلال حلقتنا قبل ما نشوف شبابنا دول النهاردة احنا هنشوف دلوقتي تقرير عن فن الرسوم المتحركة واحنا نفسينا مرتبطين بالرسوم المتحركة والأفلام الكارتون يعني احنا اتربينا على أفلام الكارتون كلنا هتلاقينا بنحب شخصيات معينة مرتبطين بشخصيات معينة من أفلام الكارتون فتعالوا نشوف مع بعض التقرير عن الرسوم المتحركة ونرجع تاني حيكون معنا الشباب المتميز بعد ما نشوف هذا التقرير المتحركة هي أسلوب فني لإنتاج أفلام سينمائية يقوم فيه منتج الفيلم بإعداد رسوم للحركة بدلا من تسجيلها بآلة التصوير كما تبدو في الحقيقة واستداء إنتاج فيلم لرسوم متحركة تصوير سلسلة من الرسوم أو الأشياء واحدا بعد الآخر بحيث يمثل كل إطار في الشريط الفيلمي رسما واحدا من الرسوم ويحدث تغيير طفيف في الموضع للمنظر أو الشيء الذي تم تصويره من إطار لآخر وعندما يدار الشريط في آلة العرض السينمائي تبدو الأشياء وكانها تتحرق شفت يا برطقانة؟ مش أخوك اللي مفكرش حتى يجيب لي حاجة رمضان ويقول لي كل سنة وانت طيبة يا زعب الليتي يا بنتي يا ولقيا كل وبعدين ما انت عايشة ومتربية معينا عايزة حاجة رمضان تعملي بيها إباقة وهي في مقام سيناريو الفيلم ولكنها تشبه شريطا ضخما للمصورات الهزلية مكونا من رسوم تخطيطية تصور مشاهد متتالية للقصة مضبوع عليها جمل الحوار الخاصة بكل مشهد وقد أدى الاعتماد على التقنيات الحديثة كتنفيذ الرسومات بالكمبيوتر في أواخر القرن العشرين الميلادي إلى تلاشي الحواجز القائمة بين الواقع الحي للفيلم الروائي والرسوم المتحركة رجعنا مرة تانية وزي ما دايما بقول احنا دايما بنستضيف نمازج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري من خلال برنامجنا واحنا عندنا مصر مليانة الحقيقة بالشباب المشرف دايما عندهم أفكار جديدة وأفكار مختلفة عندهم طاقة بيحبوا ينفزوا أفكارهم دي على أرض الواقع النهاردة أنا معي مجموعة من الشباب الحقيقة هم عملوا مسلسل رسوم متحركة اتزاع على إحدى القنوات مسلسل عشر حلقات طبعا ده شيء عظيم جدا لأنه الرسوم المتحركة أو مسلسلات الرسوم المتحركة من يعني محتاجة تكلفة عالية جدا علشان يطلع العمل جيد أو يعني ننجذب إليه هم قدروا أن هم هيحققوا ده مجموعة من الشباب بأفكارهم فأنا معي النهاردة إسراء ونفين وأحمد أنا برحب لكم معانا وأولا ألف ألف مباروك عن مسلسل وبحييكم على عمل مسلسل بالمنظر ده لأن طبعا الرسوم المتحركة أولا إحنا كلنا كلنا مرتبطين بالرسوم المتحركة وبنحب أفلام الكارتون وفيه شخصيات معانا كلنا مرتبطين بيها ونفسنا إن إحنا في مصر يكون عندنا أفلام رسوم متحركة حلوة زي اللي بنشوفها بره ومسلسلات وإحنا عندنا يعني الناس اللي تقدر تعمل ده حنتكلم في كل ده أنا بحييكم في الأول وياريت كل واحد يعرفني بنفسه أنا أحمد وليد عشرين سنة كلية تجارة جامعة عن شمس فرقة ثالثة بقى أقدم محتوى أنيميشن وبرضو حاجات إزاعية وأفلام كصيرة من تأليفي وإخراجي بقى أقلل الإمكانيات المتاحة معايا بحاول أطلع أفضل جودة يعني تناسب ناس اللي بتتفرج عليها وفي نفس الوقت الأفكار بحاول أخليها كون مختلفة ما بحبش أن أنا أكون مكرر بالشغل اللي بقدمه بحيث أن أنا أكون الشغل اللي بتاعي أستاهل حيث أن أنا فخور بالحاجة اللي بعملها حاجة كويسة وبقدم محتوى مختلف مش متكرر حتى الشغل اللي بقدمه مرة على التانية بحاول أتطور فيه مش بكرره هو هو نيفين مصطفى 26 سنة مهندسة معمارية بس أنا أصلاً ليا يعني مرتبطة أكتر بالتمثيل المصرحي والتمثيل الإزاعي كل الحاجات دي أنا بدأ فيها بقالي 6 سنين أو 7 سنين اشتغلت أكتر من 10 عروض في الجامعة عروض مصرحية يعني عملت كذا مسلسل إزاعي فيه تيم معايا اسم دودا أرتس برضو بنعمل مسلسلات إزاعية كتير وحاجات كارتون وانيميشن والويس أوفر طبعاً حاجات متقطعة كده بسيطة إسراء احنا فيه 27 سنة من القاهرة بكريديوس إدارة أعمال هويت الدبلاج وتعليق الصوتي عملت كذا يعني عندي قناة عن اليوتيوب بقدم محتوى أطفال قصص قصيرة ومسلسلات إزاعية ومسلسلات كارتونية برضو برافو طب احنا هنتكلم بقى في كل ده طيب خلونا نتكلم أنتوا عملتوا مسلسل رابطكم حاجة واحدة أنتوا عملتوا مسلسل اسمه شغلطات صحة كده واتعرض على أحد القنوات مسلسل كارتون احكولي إيه بقى يعني إزاي طلعت الفكرة وإزاي قدرتوا تعملوا ده وإزاي قدرتوا توصلوا لكم تعرضوه على قنوات انت مخرج مش كده انت مخرج للمسلسل احكي لنا هي الفكرة أصلاً كانت عندي من فترة كبيرة جداً بس كانت صعبة فيها زي ما حضرتك شروحتي في الأول كده هي فكرة التنفيذ الإمكانية مش بيكون متاحة ومش دايماً في السن اللي بيبدأ دوت بيلاقي حد ممكن يساعده سواء جهة إنتاجية أو أي حد تاني فبيضطر أنه يعتمد على نفسه فأنا ما كانش قدامي غير الحتة ديت اللي هو أنا حاول أشتغل بالإمكانات اللي معايا وفي نفس الوقت أطلع أفضل ناسب الناس بعين المشاهد يكون بيشوفوا وعينهم مرتاحة مش لاي مثلاً حاجة مثلاً تكون فكرتها حلوة بس الكواليتي مش مساعد على دوت مش هيخليه مستمتع بالحاجة اللي هو بتفرج عليها دوت مش هينجزد بالزبط فهو دوت اللي أنا ساعت لي رغم الإمكانات القليلة اللي اشتغلت بيها حاولت أن أنا أطلع الفكرة بشكل وبصورة كويسة بحيث أنها تناسب كمان جميع الفئات السن الصغير والشباب كمان يحبوها وده فعلاً اللي حصل الحمد لله في رمضان اللي فات دوت وتعرض والحمد لله عمل ردد فعلي كويسة جداً وإيه شعلاتة سميتوه شعلاتة لي يعني إيه شعلاتة شعلاتة يعني شعلات بقى في الحياة ولا إيه لا هو الفكرة جات لي من حيث الاسم دوت أنه هو شخص دماغه مترقعة هو بتاع اختراعات فبيضطر أن هو يلجأ لحاجات بدون تفكير مش بيدرس الحاجة مش شخص يسوي يعني وهدي فدماغه مترقعة فده الاسم اللي استوحيته من هو شخص اسم شعلاتة بالضبط هو الشخص نفس اسمه كده بيعمل اختراعات فاكر من هو هيغير العالم الأحسن بس بيحصل العكس وبيتسبب في فيروس بيحاول البشر لحيوانات فبشكل بشكل إطار كوميدي واستعيلته بيبدأ تطورات في العشر حلقات من كل حلقة حد من عائلته بيتصاب وهو في محاولات دايما ان هو بيحاول ان هو يعالج الموضوع قبل ما ايه الموضوع يعني انتشر بشكل كبير وبيحاول في نفس الوقت ان هو يبقى يكون مستخبع عشان محدش يعرف نوع من المشروع دوت ويتأذي ان هو يعني تسبب في حاجة زي كده طب انا نفسي يشوف جزء الصراعة من المسلسل ونرجع لكم تاني تعالوا نشوف جزء من المسلسل والله انا مليس زم بوسي هي اللي شربت لبن زيادة قبل منافذ الاختراع مش عيبة عليك يا سهير تبقى في السن ده وبتخافي وانا بنتك الصغيرة ومش بخافت قولي لي بكا كيف الست بورتجانة والست زعبوا الله يا عم جابر يا عم جابر كلنا بخير والله يا بوس ايدك ماشيني بقى خلاص خلاص انا مش هطول عليكي انا هبجعلي في الباجي من لست الشجلة طالما اشوف الشاب الذي قام بالاختراع يعتقد انه قد يغير العالم للاحسن يا بيت تفهميني واحنا باني قدمين هنحتاج فلوسة علشان شقة وعفش وفرح وفستانك وبدلتي وشارع سلقش بالشق الفلاني وكمان بعد كم شهر بتلقي عائل جيء رفك ويقضي عايات صبح وليل ايوه صح وانا مش بعرف اسكت العائل الصغيرة ولكن يحدث عكسة ذلك ويتسبب في الفيروس يحول البشر لحيوانات اولا برافو عليكم بجد يعني بجد انا مش بجملكم برافو 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 وبعدين انا ده انت ده انتو وشو سكنت بصنا كبير شوائد دي تعبيرات كنتو يعني انتو اللي مثلتو بالضبط التعبيرات دي والسوكو وعينكو ومناخركم ازاي بقى عملتها متحركة هو كل واحد مثلا هنعمل ست تعبيرات وش مرة وانت بتضحك تاخد الصورة دي مرة وانت مفتح عينك ومرة وانت مغمض عينك التعبير اللي بعده مثلا وانت مكشر نفس الكلام مرة وانت مفتح مرة وانت مغمض بحيث ان لما اجي اخد السور المتحركة كذا الصورة وربعات دي اخدها على المونتاج بحركها بفريمات معينة بحيث ان الصورة تبان في المونتاج لما اشغل الفيديو عادي ان هي بتتحرك العين بتفتح وتقفل عادي نفس الكلام لو المواكف يستهل نفس الوش اكيد انه مش وش حقيقي يعني حقيقيا بس حقيقي بس متحول للشكل الكارتون اقرب بتأثيرات يعني وكده على الوش تباني للجزء الكارتون اكتر ما تبانيش انها حقيقية بالضبط كده دي برضو السنة اللي هي بتاعت الانيميشن يعني بالضبط زي الكبتانة عزيوز كده طيب احكيلي بقى انت اشتركتي في المسلسل ده ازاي هو انا هو كان من ازل الاعلان انا معرفوش خالص 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 وصحابي عاملوني منشن في الاعلان فقدمت عادي وقلت مش شرطي قبلوني كده بس قدمت بعتلي سامبلز كده اقراها قريتها قال لي خلاص انا اخترتك في دور تفاحة اخت الصغيرة بس وبدأ انا بقى نشتغل من هنا انت كان عندك عملت حاجات قبل كده حاجات قبل كده مستوصلات ازعية كتير بس ما عملتش كارتون بشكلي عملت كارتون برضو كاركتر عادي مش وشي اول مرة اعمل حاجة بشكلي انت كنت متخيلة ان العمل حيطلع بالمنزل ده لا او ما كنتش متخيلة انه هيطلع في تلفزيون يعني كنت فاكرة عادي زي زي كل حاجة بعملها تبقى على يوتيوب على اي سايت على النت عادي اتفاجأت ان هو على التلفزيون طيب برضو بالنسبالك ازاي انت اشتركتي في العمل هو انا اعرف احمد من رمضان 2021 اشتركت معاه في مسلسل اسمه رمضانكو بس اتعرض بس على قناته وعلى اليوتيوب وبعدها بقى نزل اعلام برضو ان هو عايز ناس جديدة يعني شخصيات جديدة في مسلسل شقلطة احنا قصلا عنده على الجروب بتاع الواتساب فبينزل بقى اللي هي الجمل الاختبارية كده وكل واحد بيسجل الجمل الاختبارية ديت وابنبعت هالو بقى هو على حسب ما بيشوف الشخصية ديت لايقى على انهي صوت وكده فهو بيختارن انت اخترت على حسب فعلا الشخصيات يعني ما اخترتش مجابلتهاش بس عشان تعرفها لا بالعكس والله هو مشان هم عادين بس فعلا كل واحد فيهم متميز في الحتة بتاعته والقليق للدور بتاعه لو حد جي تاني غيره معامل للدور يعني لو كان في حد افضل منها كنت اختارها اكيد طبعا لو كان فيه الافضل كنت اختار بس انا بصراحة ما شفتش افضل في الدور دوت احسن من الناس كلها تيمي اللي اخترته ومع ذكر برضو الكلام انا عايز اشكر الناس اللي ما قدرتش انها كم موجود معناه النهاردة استاذ محمد فتحي واستاذ حازم المصري استاذ زمي مراد واستاذ نجوة عصام الناس دول ما قدرتش يكون موجودين معناه النهاردة بس انا حاجة بشكرهم جدا ان هم شاركوا معناه في المسلسل وعمل موجود بصراحة كبير جدا يشكروا عليه ويستحملوا بعض الاوقات للضغط اللي كنا فيه ان كنا عايزين نسامل حلقات بدري للقناة عشان تعرضوا في رمضان فاضغطنا جامد جدا ان احنا بدانا متأخر ان الفكرة خدت وقت في التنفيذ بتاعها في التحضير قبل التنفيذ والتنفيذ برضو خد وقت تريس هتحكيلي طبعا انت ازاي بامكانيات قليلة قدرت تعمل مسلسل حلو جدا بالمنظر ده وازاي قدرت تتزيع ازاي قدرت توصلوا في ناس كتير نفسها تزيع يعني مسلسلات اللي بتعملها على التلفزيون ما عنابتم بتم اختياركو وليه المسلسل نزل هو الفكرة مش مش فكرة اللي هو ازاي هو فكرة السعي هو انا بدأت ان انا الشغل بتاعي اروح اعرضه على كذا قناة قنية اطفال اكتر من قناة قناة كبيرة برضو في من قناة من القناة الكبيرة ردوا علي وطلوا رقم التلفون بس بعد كده ما تمش التواصل يعني من القناة الكبيرة انت بتروح كده منك لنفسك اه بابا بعت وانت متعرفش حد بالضبط على الاميالات بالشغل بتاعي انا رايح بالشغل بتاعي انا معرفش حد ان رايح بالشغل بتاعي بالمنتج اللي انا رايح به بقدمه عاجبك تمام معاجبكش خلاص احنا بس بنبين للشباب ان انت ما كانش تعرف حد ده مفيش مفيش خالص فيش ايه معرفة سبقه ولا حد مثلا المصن بي انا من النفس انا فكرت اعضاء ده قصدي بالضبط انا فكرت ان انا عايز أطلع للشغل بتاعنا حيث أنه مختلف فكان يهمني أن يتشاف فالقناة دي بقى شافت المسلسل عرضتوا عليها فعلا عرضتوا عليها وقالت لك آه تعال في نفس اليوم بالليل ردوا علي المسؤولين يعني عن إدارة القناة كلموني وقالوا لي مدير القناة عايز يتوصل معك ففعلا كلمني في التليفون وشكر جدا في الشغل ومنبهر بي وقال لي كم واحد شغال على العمل دوت واستغرب جدا إن أنا اللي قمت بيه الواحدي من تصميم تأليف الإخراج كتابة السيناريو المونتاج الهندسة الصوتية بتاعته انت اللي عمل كل ده؟ بالضبط فاستغرب جدا ومنبهر اللي هو أنت زي شخص واحد عامل مجود تين كامل في المسلسل طالع بشكل كويس جدا أشبه بالحاجات اللي هي الشبه البروفيشنال لو أنت طالع بحاجة مختلفة ما أنا منبهرة برضو بالمسلسل إمكانيات قليلا كمان جدا يعني هو عامل بالموبايل آه فيه شغل كتير جدا 90% منه بالموبايل إيه اللي عملوا بالموبايل 90% والله بالموبايل الرياكشنات وكل كل كلام ده محركوا بقاب عندهم موبايل والمونتاج وكل حاجة لا والله يعني هم مثلا بطلب منهم الرياكشنات بتاعت الوش بيبدأوا يتصوروا بإضاءة معينة عشان التعبيرات تكون واجهة واضحة بشكل كويس ويبعتولي بقوم أنا بقى بالمهمة دي الحمد لله لا تساطر بقوم بقى بالمهمة ديت إن أنا أبدأ أخد كل صورة فيهم أبدأ أشيد الأول أعمل عزل للخلفية بتاعتها وبعدين أبدأ أقص الوش بس اللي أنا محتاجه وأبدأ أشتغل عليه هو في حركة بتاعته إن أنا بحوله من شكل حقيقي إلى أشبه بالأنيميشن أقربه منه شوية أبدأ أركبه على الكاركتر اللي هو الكارتون بقى وبعدين ببدأ أشتغل بقى في التعبيرات بعمل يعني كذا مجسم بقى لكل تعبير مثلا تعبير الوش هو بيضحك ليه مجسم تعبير الوش هو مثلا مكشر ليه مجسم تاني وكل دول بقى بيروحوا بتنقلين للأماكن اللي هيكون فيها الكارتون مثلا في الصلاة العيل قاعدة في الصلاة فابدأ أركب كل واحد قاعد في مكانه بالكاركتر بتاعه على حسب الموكف موكف يستهل فيه زعيق فيبقى الوش مكشر وقتها فيه ابتسامة أو فيه حاجة مفرحة أو فيه خبر مفرح فيكون فيه كذا فيه مفاجأة ما هو ده أنا حاولت أسعيله بجد يعني أنا بالنسبالي طبعا الحمد لله على النجاح اللي هو بمستوصل حققه بس أنا بالنسبالي النجاح بتاعي إن أنا بقدم حاجة مختلفة لأن أنا بالنسبالي لو ناجح ولذيذ وخفيف أنا تشدتس و أنا بسفرج عليه بالنسبالي أنا بالنسبالي مكتنع بيها جدا إن النجاح مستهل ودي مش مجابلة على فكرة فأنا مكتنع إن النجاح سهل إنك تنجح مستهل فيه ناس كدير جدا بتنجحوا بمحتويات مش بتقدم فيها حاجة بيبقى محتوى لا محتوى أصلا ما فيهوش حاجة جوه طب أنا عايز أعرف البنات أنتوا جهستوا للشخصيات دي إزاي هو سبحان الله مختار الكاركتر على شخصيتنا يعني هي موزيعة هي بتحب بالإزاعة وكل حاجة أنا الشخصية أنا أخت الصغيرة الشائية يعني ما بتعودش في مكانها واش تستعد عليهم كل شفاء يقول له إلحق ماما تحولت إلحق أختك برتقنات حولت هو زهق مني في المسلسل أصلا فكل واحد فعلا ما هو مختار الكاركتر عليه مفصله عليه فعلا استفدت إيه من بعد المسلسل يعني بعد ما اشتركت في المسلسل هو غير الرسالة طبعا اللي هو بيحاول يقدمها إن الاندفاع بقى والكلام ده لإن شخصية شعلطة دي مندفعة جدا أنا في الأصلا بحب الدبلاش بحب الويس أوفر بحب التمثيل الإزاي بحب الحاجات دي فكنت مستمتعة جدا وكمان عشان كنا بنسجل في البيت إحنا مروحناش استوديو فكاد حاجة مريحة مريحة جدا غير أي حاجة عملتها قبل كده كنت بقى تعب وبعض وقت كتير وبقى دفع فلوس كمان كتير ومش بوصل لحاجة فدي كانت تجربة حلوة تعيبوا إنت يا إسراء جهزت نفسك المسلسل إزاي والشخصية أصارت في إيك إزاي هو طبعا من أحمد أول ما كلمني الفكرة عجبتني جدا يعني لما عرضت الموضوع على أهلي مريد يشتاء خالص رفضوا يفتكروا أن أنا هطلع بشخصيتي يعني كإسراء يعني فعطت أقول لهم لأ رفضوا آه رفضوا لأننا مش هم ماتيت شايفاننا دلوقتي ينفع كده يعني ينفع ترفضوا شفتوا رحققت نجاح كبير إزاي الحمد لله فأنا بقى عطت أقول لهم لأ هذه صورة بس وصورة متحركة وعطت أفهمهم ووافقوا وابتدت بقى أدخل بقى أحمد قاعد يقول لي صوري الرياكشنات حزينة ومتعصبة وبتضحك وتعب معي بصراحة عشان صورت له كذا مرة يعني وبس يعني وبتدت نحنا نسجل من البيت زي ما نفين قالت والحمد لله قدرنا نعمل حاجة كويسة لأ برافو عليكم جد يعني أولاً الشخصيات اللي أنتو عاملينها لذيذة يعني مش عارفة لذيذة جداً يعني أنت مسلتي الشخصية بالضبط طب أنت تخيلتي الشخصية إزاي بقى يعني هي عايزة تختفي الأضواء من الناس فالحمد لله يعني هي دي شخصيتي وكمان هي بقى العصبيتها كوميدية فأنا برضو ده جزء من شخصيتي من شخصيتي بقى طب أحمد أنت خطتك الجاية إيه بقى يعني أنت عملت مسلسل وتزعف التلفزيون فقنام القناوات إن شاء الله في الفترة اللي جاية فيه كذا مشروع بحضرله وعايزكم فيه نقلة برضو إن أنا زي ما قلت لحضراتك في البداية بحب دايماً كل عمل عن التاني بحب إن أنا أطور من نفسي وبنافس نفسي يعني مثلاً أنا عملت مسلسل دلوقتي نجح فلازم اللي جاي يقيم ما عملوا الناس تنبهر بي يقيم ما ما عملوش يعني ما عملتش عمل قول نستقول حلوة لا إيه اللي ناقصنا عشان نبقى نعمل مسلسلات رسومة حركة حلوة زي بركت طامن جاري مش عارف إيه الأفلام اللي بتشوفها دلوقتي من هولوود لأفلام الكارتون إيه اللي ناقصنا هو دلأسف ده محتاج مجهود كبير جداً أول حاجة كورسات مثلاً بقى في البرامج بتاعت التصميمات الأفتر إفكت بقى الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها محتاجة إمكانيات الجهاز الأول الكمبيوتر يسمح لك إنك تنفذ دوت ده أول حاجة بس لأ الإمكانيات تفري هو الكمبيوتر متاح بس إمكانيات الجهاز نفسه تفري إن دوت بيحتاج رامات معينة بروسيسور معين عشان يستحمل الضغط القوي بتاع البرنامج ويبقى معنا صحه وإنت شغال عليه يبقى مريحك مش يهنج منك إنه أصلاً متعب يعني كتصميم هتتعف فيه فبقى لك أنت تتعف فيه وبيهنج كمان مش هتبقى شغال براحتك ومأيضوبك ما هتكمل أول حاجة بس مش هتكمل إمكانيات قواية جداً بزبط يا تاخد الخطوة والجازف يا هتفضل وقع في مكانك فهو لازم المجازفة هي ديات اللي هتنقلك ما أنت لو مجازتش هتفضل زي ما أنت زي مكانك على المهم أنا بجد بتمنى لكم التوفيق أنتوا شباب يفرح وشباب مشرف وبتمنى لكم التوفيق وبتمنى أن أهليكم تدعمكم إن شاء الله بإذن الله عشان أنتوا وصلتوا لنجاحات حلوة وجميلة وربنا يوفقكم يا رب بشكركم وبشكر مشاهدينا وإلى اللقاء غدا إن شاء الله حلوة جيدة من برنيني شباب الله